اشتركوا في القناة فقافة الامازيغية والاغنية الامازيغية وانا هاركوا الان كيف ان القنوات الفضائية اللي تختلف في كل شيء وبتأتي عند هذه النقطة لان التعليمات جاية بهذا وبتوحد هذا المصطلح بالضبط وبعض الاخوة ارسلوا لي بعض الاخوة المسلمين من المغرب والجزائر قالوا والله لا تستخدم مصطلح البربر لانه مصطلح مسيء وطبعا الكلام ده غلط خرافاءة هم قرأوا هذا على الفيسبوك ورددوا هذا الكلام انا نعرض الان ما كتب ابن خلدون عن البربر وما كتب ايضا واحد من البربر وغيره من المؤرخين في هذا الموضوع لكن قبل ان نعرض ما قاله ابن خلدون واصل كلمة بربر ومن اين جاءت ولماذا هي التسمية الصحيحة وليست الامازيغ نقول بداية ان كل قوم هم الذين يسمون انفسهم يعني انا اليوم لما بجسأل الفرنسيين واحد جاي من بني سقول له من انت بيقول لي انا فرنسي بلدك اسمها ايه اسمها فرنسا طيب لما بجسأل واحد من مصر جاي لك الجزائر بتسأله انت مين يقولك انا مصر انت مين احنا الشعب المصري طيب لو انت الانجليز هل احنا سمناهم الانجليز ولا هم اسموا انفسهم الانجليز هم اسموا انفسهم الانجليز فنقول انجليز وانجليزية واللغة الانجليزية وهكذا او بريطاني الاخر او امريكا انت هو سمى نفسه هذا الاسم فما فيش امة بتسمي امة اخرى فبالتالي لما المسلمين جم يفتحوا شمال افراقية المسلمين ما اجتمعوش وقالوا هنسميهم البربر بل المسلمين سألوه من أنتم فقالوا نحن البربر وفي القرآن الكريم اسمه مصر فالعرب لم يسموا مصر مصر فبالتالي هذا يأخذ من هذا أن من أسموا أن المجموعة السكانية الموجودة في شمال أفريقيا قبل الإسلام هي أسمت نفسها البربر أن هم اللي عرفوا نفسهم أن إحنا اسمنا البربر وهذا الأمر ظل قائما حتى خمسين أو ستين سنة مضت ما فيش تغيير ولا أي حاجة خالص طيب الرومان قالوا أنه كلمة البربر هم بيقول بقى أن أصل كلمة البربر عنها المتوحشون طبعا الكلام ده أخو زعبالي وخرافي ولا أصل له أنا أتحدى 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 أي شخص يجيب لأي كتاب بيقول أن هذه المجموعة اسمها البربر لأنه معنى كلمة البربر معنى المتوحشون قبل ستين سنة هتولي كتاب في الدنيا قبل ستين أو سبعين سنة بيقول بدأ الإساءة أو الإدعاء أن كلمة البربر معنى المتوحشون لما فرنسا خرجت وبدأت تعمل أكاديمية في باريس أكاديمية البربرية هدفها تقسيم وإثارة النعرات فبدأوا يعملوا اسم جديد فطلعوا اسم الأمازيغ واللهجة الأمازيغية واللغة الأمازيغية والثقافة الأمازيغية إلى آخرين هنأتي الموضوع الرومان لكن تعالوا لابن خلدون ابن خلدون كتب عن البربر وهو كان مولود في تونس يعني هو في قلب المعمع يعني وطبعا لأمهكة فرنسا احتلتنا ولا حاجة فكان المؤرخين بيكتبوا بأريحية وفي ذلك الوقت لم تكن فكرة القوميات كان كلنا مسلمون مش حاجة مع عربي وبربر وإطراق وأكراد وكلام من هذا القبيل فابن خلدون كتب أمر عجيب جدا في البربر طبعا كل كل الكتب المؤرخين اللي هما من المغرب الإسلامي نفسه إن كانوا من تونس ولا من الجزائر ولا المغرب لا أحد منهم أبدا استخدم كلمة الأمازيغ ولا عرق الأمازيغ ولا قبائل الأمازيغ إطلاق مش موجودة مش موجودة خالص فده بقى أسلوب استعمار إنه هيسميك اسم جديد اسمك محمد يقولك لا أسميك جورج وتبدأ أنت عبيد تاخد اسم جورج وتشتغل عليه ده في ابن خلدون كتب كتاب تاريخي رائع عن التاريخ الإسلامي كله يعني الكتاب للأسف مش موجود على اليوتيوب مسموه فهذا الكتاب اسمه كتاب العبر كتاب رائع جدا أنصحكم أن تكرؤوا عن التاريخ الإسلامي ككل وجايب العرب وأصلهم والأطراق وأصلهم والأكراد وأصلهم إلى آخر وابن خلدون علم كبير طالب المهم في صفحة 11597 في الكتاب الثالث في أخبار البربر والأمة الثانية من أهل المغرب وذكر أولياتهم وأجيالهم ودولاتهم من بدء الخليقة لهذا العهد لوقت موجود ابن خلدون ونقل الخلاف الواقع بين الناس في أنسابه وهيبدأ ابن خلدون يقول كل الروايات في أنساب البربر وفي سبب تسميتهم لن نجد فيها أبدا أنه هم سموا البربر لأنه هم متوحشين خالص لا ابن خلدون ولا غير ابن خلدون مش ابن خلدون بس الواحد وخالص يعني هذا الدعاء أنه اسم البربر ده تفسير زي أنا اسم حالا صابر صابر يعني إيه؟ يعني صابرة يوم يجي الفرنسيين اللي جيش يقول لي على فترة صابر دي معناها المتوحش والله العظيم أرجع لقوامس اللغة صابر معناها من الصبر ما فيش خالص المتوحش ولا كلام من هذا القبيل طيب تعال بقى نشوف اللي كتب ابن خلدون وغيره حتى ابن خلدون بيرقل روايات آخرين يقول عن البربر ولغتهم من الرطانة الأعجمية العجمة في اللسان اللي هو العربي غير الفصيح يعني اللهجة المصرية عجمة اللهجة الليبية عجمة وهكذا يا إنما العربي وكلمة عربي يعني واضح أو بين ولغتهم من الرطانة الأعجمية متميذة بنوعها وهي التي اختصوا من أجلها بهذا الاسم شوف يعني قالهم مسهم وبربر ده تفسير ابن خلدون لأنه فيه رطانة في لغتهم أو في لهجتهم في عجمة في الغسان أفيش لا توحش ولا أي حاجة خالص وبعدين هيقول بقى إنه يقال إنه فيه واحد اسمه أفريقش ابن قيس بن صيفي من ملوك التبابعة غزل مغرب وإفريقيا وقتل الملك جيرجريس وبنى المدن والأمصار وباسمه زعموا سمية إفريقيا إلى آخر ذلك يعني فأقول إن الملك أفريقش ده اللي هي سميت بقى إفريقيا وكذا الكلام ده كله غير مؤكد يعني هو يقال يقال يعني كلام شائع هذا الشائع في عهد ابن خلدون ابن خلدون بيثبته فده اللي الناس كيتم تعارف عليه أو الشائع في ذا يقرأ فيش بقى لأمازيغ ولا إن البربر ده اسمه واحش ولا يحقش الكلام ده خالص هو يقول إن الملك إفريقش لما سمع رطانتهم رطانت البربر وراء اختلافها وتنوعها تنوع الكلام يعني تعجب من ذلك وقال ما أكثر بربراتكم فسموا بالبربر يعني قال لهم أنتم إيه بتتكلموا كلام مش مفهوم بالنسبة له طبعا يعني وبنخلدون بيقول حتة مهمة دي حقيقة بقى والبربرة بلسان العرب هي اختلاط الأصوات غير المفهومة ومنه يقال بربرة الأسد إذا زأر بأصوات غير المفهومة هنا ابنخلدون بقول والبربرة بلسان العرب يعني العرب ما بيستخدموا كلمة البربرة أو البرابرة يعني اللي لغتهم غريبة أو مش مفهومة والعرب بيقولوا بربرة الأسد يعني زئير الأسد أصدر الأسد أصوات الزئير بتاعته اللي هي غير مفهومة فهو تشبيه للغة بتاعتهم بزائر الأسد فسموهم بهذا الإيه بهذا الإسم أو هم شايفين بهذا الإيه الإسم لكن أنا اعتقادي أن هم البربر سموا نفسهم أو هم قالوا عن نفسهم طبعا كل دي احنا بنقول ابن خلدون بينقل يعني وابقول يقالوا كذا طيب وبعدين يقول أن شعوب هذا الجيل اللي هم من البربر يعني وبطونهم فإن علماء الناس بمتفقون على أنهم يجمعهم جزمان أو جزران عظيمان هما برانس ومزغيس وهم لأبن واحد ركزوا في الكلام ده لأنه بيوضح لك أنه أصلا اللعبة بتاع المخابرات الفرنسية في المسألة والاحتلال الفرنسي الاستعمار الفرنسي فذكر ابن حزب عن أيوب بن أبي يزيد صاحب كتاب اسمه الحمار أو الحمار أنهما لأبن واحد على ما حدهه عنه يوسف الوراق وقال سالب ابن سليم المطماطي وهاني ابن مصرور والكومي وكهلان ابن أبي لواء وهم من نسابة البربر يعني في نسابة من البربر بيقولوا إحنا قضائلنا دي إيه ده في عهد ابن خلدو والكلام ده بقى قبل ما تطلع بقى الشغل الاستعمار الفرنسي والوقاية اللي بتحصل دي كلها فنسابة البربر قالوا إيه بقى وما فيش طبع عن كلمة الامازيغ دي خالص مصرح مش موجود أصلا نسابة البربر قالوا إن البرانس اللي هو الجد الأحد إحنا قلنا فيه جدين للبربر في واحد اسمه البرانس إن البرانس بتر وهم من نسل مازيغ ابن كنعان أول مرة تظهر كلمة مازيغة هون إن فيه فئة من البربر جدهم مين مازيغ ابن كنعان فجمل احتلال الفرنسي ويف عند اسم مازيغ طب ما تكمل ما هم البربر بيقولوا إحنا إيه أبونا الكبير مازيغ ابن كنعان يبقى مفروض إحنا نسميهم بنو كنعان ومفروض نقول عليهم الكنعانيين ونقول بقى الثقافة الكنعانية واللغة الكنعانية واللهجة الكنعانية وانا موافق يعني يا جماعة عاوزين نستخدم البربر أهلا وسائل وده المصطلح الصحي باعتبار البربر إليه عن نفسه خلاص عاوزين نغيره نغيره نروح الكنعان ونقول الكنعانيين واللهجة الكنعانية والثقافة الكنعانية واللغة الكنعانية لكن ما ناخدش الاسم الفرنساوي طيب فرنسا الاحتلال الفرنسي معترض على أنك تستاء تنسبهم لكنعان ليه معترض تنسبهم أنا اسمي صابر عبداللطيف مشهور فيقول لك صابر اللطيفي مثلا طب ما يقول صابر مشهور ما هو مشهور جد كبير العائلة يا اسم العائلة يعني وممكن نافع عند عبداللطيف ونخلي ده اسم عائلة جديدة ليه؟ انت عاوز تقطعه من الشجرة من الأسرة كلها من العائلة كلها عاوز تقص عشان انت عارف شجرة مطلعة في روحة فيروحوا الاحتيال الفرنسي جيب مقص ويقص مين كانعان بقى اللي فرنسا معترض عليه الاحتيال الفرنسي كانعان كان يسكن في فلسطين حضرتك والكنعانيين دول من العرب خلي بالك فسكان فلسطين هم الكنعانيين وإحنا عرفين طبعا في القرآن الكريم اللي مباني إسرائيل لما ربنا أمرهم انهم يدخلوا الأرض المقدسة كان مين لها فلسطين كان فيها مين كان فيها الكنعين اللي هم عرب فدي بيوضح لك الأمور كيف صارت وده نسابت البربر اللي هنا يقولون هذا لكن فرنسي قال الاحتيال الفرنسي قال لا هنستخدم اسم البربر ولا هنستخدم اسم كانعان هنبدأ نعمل حاجة جديدة خالص وبعدين الفرنسي كان اسمه البتر ودول بانو بار برضو هنا برضو ركز بانو بار فممكن يكونوا الاسم البربر النسبة للا اسم جدوم الكبير بار ابن قيس ابن عيلان وهنلاحظ ان الاسماء عربية يعني اسم كانعان اسم بر او اسم قيس اسم عيلان ويقول وربما نقل ذلك عن ابي ايوب ابن ابي يزيد الا ان رؤية ابن حزم الاصح لانه اوطق بقول ايه اما شعوب البارانس وبيتكلم على النسب التاني وبيتكلم حاجات كتير جدا تعالوا الان نذهب الى اهم كتاب في تاريخ المغرب الاسلامي وكتاب صدر من 150 سنة قبل الافلام دي كلها ومؤلفه اسمه احمد ابن خالد الناصري وهو مولود في وادي يسكنه المسلمين البربر في المغرب هذا الكتاب اسمه كتاب لاستقصة في اخبار دول المغرب طبعا احنا عارفين الجزائر وتونس الى كل هذه الدولة قرأها دول المغرب شو بقى الاستعمار غير الاسماء ازاي وخلى لك بقى في حاجة اسمها المغرب وفي حاجة اسمها الجزائر وفي حاجة اسمها تونس يعني عمل اسماء جديدة يعني المهم لكن عشان ما يباش في واحدة واحدة سنقتل ليه الخطورة في التلاعب بالتسميات التي جرت لبلادنا المهم مؤلف كتاب عن تاريخ دول المغرب كلها مش مقصوب بها طبعا درس والجزاء لا الدولة الادرسية والدولة المرينية الى اخير والمرابطين والموحدين وهو اهم كتاب في تاريخ المغرب الاسلامي كله من 150 سنة فهو كتب في هذا الموضوع هنا في صفحة 28 تحت علوان شوفوا الكتابة قديمة جدا يا جماعي 150 سنة القول في نسب البربر وبيان اصله ولا وجود مرة اخرى لكلمة الامازيغ اطلاقا ما فيش هذا مسترع مش موجود اصلا خالص فقال اعلم ان الناس اختلفوا في تحقيق نسب البربر ولا اي اصل من اصول الخلقة يرجعون فذكر صاحب كتاب الجمان واحد كتاب اسمه كتاب الجمان في اخبار الزمان ونقله عن اهل العلم بالسير ان بني حام تنازعوا مع بني سام فانهزم بني حام امامهم الى المغرب يعني ان هم تخانقوا يعني اولاد سيدنا نوح وبعدين وتناسلوا واتصلت شعبهم من ارض مصر لاخر المغرب ان دول كانوا ابناء سيدنا نوح وتخانقوا مع بعض في بعضهم جاء الى المغرب وبعدين يقول وبقي اكثر اولاد حام اللي هو ابن سيدنا نوح عليه السلام في بلاد فلسطين من ارض الشام الى زمن داود عليه السلام وكان ملكهم ملكهم يسمى جالوت فلما قتله فلما قتل داود جالوت واطاه الله الملكة والحكمة وعلمه بما شاء امر باجلائهم من بلاد كنعان نفس رويك كنعان ان حصل اقتتال بين العرب او السكان اللي موجودون في فلسطين اتقتلوا فامر باجلائهم من بلاد كنعان وفلسطين الى ارض المغرب فصاروا نحو افريقيا والزاب في المغرب يعني وانتشروا هناك حتى ضقت بهم تلك البلاد وامتلأت عنهم الجمال والكهوف والرمال وصاروا يتبعون مواقع القطر بالقبل وبيوت الشعب وفيه جملة خطيرة بقى ركز ايه بقى منين جاء ان التوحش مرتبط بالباربر ركز جملة خطيرة بقول ايه ولم تقدر الفرنج على ردهم ودفاعهم فانحازت الاعاجم الى المدن يعني الدولة الرومانية الاعاجئ الاوروبيين الافرنج الاوروبيين لما كانوا بيأتون لاحتلال شمال افريقيا كان الباربر بيهزمونهم فكانوا بينكفوا الى المدن وبقول لك فبقي الباربر فيما عدا المدن يعني في الريف او في الجبال الى اخير وهم على ذلك على اديان مختلفة المهم خدوا اديان كثيرة مش ده اللي احنا عاوزين مش موضوعنا دينهم حالا وقال الطبري ده تاريخ الطبري كتاب مهم جدا موجود ايضا على تيوب اعتقد يعني ان الباربر اخلاطهم من كنعان والعماليق مرة اخرى ان هم بيروا ان اصل الباربر من كنعان والعماليق يعني من عند الفلسطين العرب وغيرهم فلما قتل داود جالود تفرقوا في البلاد وفي واحد اسمه الكلبي قال اختلف الناس في من اخرج الباربر من الشام وقال ابن حازم ان افريقش ابن قيس ابن صيفي اخو الحار في المشكزة هو الذي ذهب بقبائل العرب الى افريقيا وبه سميت وساق الباربر اليها من ارض كانعان عندما غلبهم يشع ابن نون وقتلهم فاحتمل الغلة منهم وثقاهم الى افريقيا وفيه شعر في هذا الكلام الشعر بيقول بربرة كانعان لما ساقتها من بلاد الدنق للخزب العجيب اي ارض سكنوها ولقد فازت البربر بالعيش الخصي المهم مش عاوزين ندخل في كل هذه الروايات هي صح او قطأ مش دا الموضوع انها المقصود انه الثابت عند الاقتمين كلهم انه ما فيش حاجة اسمها ان اسم البربر مسيق ولا فيه تحقيق ولا اي شيء من هذا الكلام خالص عاوزين رأيي فيه هذا الامر ان القرون الاولى علموها عند ربي فقط في القرآن الكريم ربنا بقول حاجة مهم اوي وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح فكلمة ان فيه دول اولاد سام ودول اولاد حام ودول اولاد مش عارف كده الكلام دا غير صحيح ليه لان ربنا في القرآن بقول وكم اهلكنا من القرون يعني ربنا اهلك امما كثيرة واهلك اقواما كثيرة بعد سيدنا نوح عليه السلام وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك ايه بذنوب عباده خبيرا بصيرا ولذلك التسميت بقى ان فيه اه مش عارف دول ابناء حام ودول ابناء سام ودول ابناء مش عارف دي حاجات جاءت من الطوراة جاءت من الطوراة اليهودية وبالتالي لا يمكن الوثوق بها لان هي بتتعارض في هذه الجزئية مع القرآن الكريم في امر اخر الفرعنة الفرعنة هؤلاء يا جماعة بقالهم سبع تلاف سنة سبع تلاف سنة في مصر وسيدنا موسى كان موجود وبعدين القرآن الكريم نقل لنا ما حدث عن ذلك فربنا سبحانه وتعالى يقول ان سيدنا موسى ذهب الى فرعون سأله فرعون قال فما بال القرون الاولى فما بال القرون الايه الاولى ايه اللي حصل في التواريخ اللي قبلنا والازمان الغابرة فسيدنا موسى رد عليه وقال ايه علمها عند ربه علمها عند ربه فالنهار ده احنا لما نيجي نقول امة الترك جات منين امة الاخراج جات منين امة العرب جات منين نقول علمها عند ربي لان كل هؤلاء يقولون 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 مش مهم لكن الثابت في القرآن الكريم ان كل البشرية ابناء ادم عليه السلام وهم عادي يعملوا تحليل دي ان ايه حمض بشري فلو ان كل الشعوب بترجع عن درجة الواحد اللي هو سيدنا ادم عليه السلام ما هو سبحان الله المكابرة بيكابروا مكابرات عجيبة جدا فكل البشرية بترجع لآدم عليه السلام طيب آدم عليه السلام ربنا نزيله فين في الصين ولا في تركيا ولا في مكة والمدينة ولا في افريقيا ولا فين مش مكتوب بتوعي دي ايه بقولوا احنا اقدم هيكل بشري عثرنا عليه في اثيوبيا واثيوبيا اللغة بتاعتهم الامهارية والامهارية هي لغة بنت عم العربي لكن احنا دينا في القرآن الكريم ان اول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركة ان اول بيت وضع للناس اول مسجد ربنا حطه فين في مكة اللي هو البيت الحرام فمش معقول ربنا هيكون وضع للناس يعني الناس تأتي اليه فمش معقول مسلا ان هيكون الربنا نزل ادم والناس كانت موجودة في الصين وبعدين البيت هتحط في مكة وفيه برنامج في قناة العربية العبرية يعني هو طبعا بيعملوه من اجل حياء هوية عربية واحنا مش مسلمين بقى خلونا في الجاهلية لكن اهميته بحاجة مهمة اسمه على خطة العرب اكتبع اليوتيوب على خطة العرب فالعرب القدماء اللي هم بقى زمان قبل اسلام بكتير 3-4-5-6-7-3-3 سنة عاملين رسومات على الصخور فالرسومات دي رسمين فيه ايه ظرافات اسود خيول حمير سافانة اشجار عالية دي معناها هو بيرسم من البيئة لان هل انت واحد جزائر النهاردة هل ممكن يرسم دب لا اهو عمرو شاف دبه في حياته هل ممكن يرسم مثلا دلفين طب عمرو شاف دلفين لكن الروس على طول يقول لك الدب الروسي لكن الجزائر ممكن يرسم لك الاسد او الجمل او كده المكان اللي عاش فيها فيستفادوا من ذلك انه طبعا المنطقة اللي هي صحراء الجزائر المنطقة صحراء القبرى وفيها الجزائر العربية اللي هو خط السرطان ده كله هذا يستفاد من ذلك انه كان دي كان منطقة كان فيها امطار وكان فيها انهار وكان فيها حضارة فيستفاد من نص القرآن الكريم انه سيد نادم نزل في ايه في مكة وبعد ذلك سيدنا نوح وأبناء سيدنا نوح وبعدين حصل إهلاق وبعدين اللي هو جاء في القرآن الكريم فالأمور ولذلك البحث بقى أنه ده عرق كذا دي مسائل أديوليجية الهدف منها تقسيم الشعوب يعني إحنا عايزين نعمل دولة اسمها فرنسا فنقول الشعب الفرنسي والعرق الفرنسي دولة اسمها نقول العرق الألماني ونعمل بقى التحليل دي ونحاول نعملها إيه نوجة كل هذا الأمر والعجيب إن أنا وجدت بعض الإخوة من المسلمين الباروة العامة بتحليل دي إنه وبعضهم طلع من العراق وناس قالوا هاتوا شو هالأفراقية وناس طلعوا من أفراقية وناس من الأسبان ما هي كلها امتازجت مع بعضها مفيش حاجة أسمعها عرق كده نازل لواحد كل الكلام ده خرافي لقب العبيدي عراقي هل أنت من الوصول العراقية حسب الأديان أي من جنوب العراق من الأبا ليس من الهم أما أنا أمازيغي طبعا ما يهمنيش الأصل والعرق أنا أمازيغي مسألت العرق مسألة خرافية أو مسألة سياسية استخدمت لما يكون في ملك حاكم يعني مثلا في ملك حاكم حاكم الجزائر رئيس زولة حاكم الجزائر وش عايز يسيب الحكم فيقعد يشتن في المغرب وملك المغرب مش عايز يسيب الحكم ويقعد يشتن في الجزائر وهو أقول لك مش عايز يقولي إلا أنا اتحد فلو المغرب والجزائر اتحده يبقى الرئيس الجزائر يسيب منصبه وملك المغرب يسيب منصبه فاتعرض ذلك مع مصلحتنا الشخصية فنجيب العلماء وندهم فلوس نرشيهم ابحاثوا لنا عن سبب أن احنا نشتف فيه الشعب الجزائري أو سبب نشتف فيه الشعب المغربي يعني أخي من الصحراء المغربية اتصل بي وقال لي يا أخي عمره احنا مختلفين جدا عن الشعب المغربي قلتوله في إيه سيدي أهلا أقول لك أولا العباية التي نلبس العباية مختلفة اتنين الطبيق احنا الطبخ بتاعنا مختلف عن الطبخ المطبخ الصحراء والمطبخ المغربي قلتوا لك المتفقون في الإسلام واللغة وكل حاجة يعني انتوا بيه بس عايز يقول لك ازاي بقى ان انت قاعد يبحث عن كذا لا والله يصبر لبس مختلف عني لبس جاكت لونه أزرق وده أسرق أزرق والك وحنا مفهمش في الألواناوي وأنا لبس جاكت لون أصبر احنا كده مختلفين نفس اللي نقسم الدولة كلها مسائل سياسية واجولي جي طيب من الأمور التاريخية اللي أنا يعني أرشحها وهي غالبية القصص القديمة مأخوزة من الطوراه اليهودية كيف؟ الطوراه اليهودية هي ليس كتاب الله بمعنى احنا عندنا طوراتين الطوراء اللي ربنا نزلها على سيدنا موسى وهذه ضاعت واختفت يعني مش موجودة يعني خلاص معيتش موجودة فلما اليهود سبوا في السبي البابلل فقاعدوا يكتبوا من جديد كتاب تاريخ سموه الطوراء وبيكتبوا من الذاكرة فلزاك حتى مين كتب الأسفار الطوراء؟ إنما تقعد تسمع الطوراء موجودة على يوتيوب أرجوك وتسمعوه مفيدة على فكرة يعني هتفهم كيف يفكر اليهود كيف يفكر المسيحيين لأنه الطوراء جزء من التراث المسيحي الكتاب المقدس المسيحي بيشمل الطوراء والإنجيل فهتجد إن هو كتاب تاريخ هذا بالضبط كده أشبه يعني الطوراء اللي موجودة الآن دي أشبه بسيرة ابن هشام عندنا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إن في سنة خمسة هجرية الرسول ذهب إلى كده وفعل كده ما هوش كتاب ربنا ولذلك لما تسمعوا قصص الأجانب الذين يعتنقون الإسلام أمريكان أو كذا أول ما يقرأ القرآن الكريم يقول لك لما قرأته من أول آية أدركت إن هذا ليس كتاب بشر ده كتاب من عند ربنا ليه؟ لأنه مش كتاب بيحقي قصة محمد الكرآن بيتكلم فيه أمور تخص العقيدة والفكر وربنا والجنة والبعث والنا لما تقرأ التوراة أو لما تسمع التوراة على اليوتيوب هتجد إن هي كتاب تاريخ زي كتاب تاريخ ابن خلدون ده العبر اللي احنا تكلمنا عنه بيحكي فلان راح كذا وفلان سوى كذا فيها أمور من كتاب الله أو من كلام ربنا يعني أنت لما تيجي تقول لما يجي مؤرخ النهار ده يؤرخ لغزو البدر هيقول فيه الآية الفلانية نزت في غزو البدر وربنا وصف المعركة في أقالة كذا لكن الكتاب ده كتاب غزو البدر مش كتاب القرآن لكن يحتوي على آيات من القرآن فالطوراة الموجودة الآن كتاب تاريخي كتاب يعني في مجال التاريخ يعني قد يكون صحيح أو خطئ لكن كاتبه مجهول إلى آخر لكنه فيه صواب وفيه خطأ وفيه كذب لأن اليهود كانوا بيأكل سبع سنين بيراجعوا الطوراة اللي ما يعجبوش يحزفوها هم اللي قالوا هذا الكلام والمجلة التاسعة لذلك يعني فالمقصود أنه ممكن حصلت حروب في فلسطين وفيه ناس نزحوا من فلسطين ممكن يكون كان فيه أصلا سكان في أفريقا الشمالية وممكن يكون كان هؤلاء ممكن دخلوا مع بعض واندمجوا كما يحدث في الهجرات البشرية يعني هذا الذي جرى نأتي أخيرا إلى مسألة الرومان وأنه هؤلاء برابرة إلى آخره وشوفوا بقى الاستخدام مختلف خالص يعني يعني العرب عمرهم قالوا أنه البرابرة يعني المتوحشية لكن الرومان بيقولوا هذا فيه حاجة اسمها تحريف معنى الكلمة يعني إيه كلمة شاطر كلمة شاطر ما حب أمدح فلان أقول فلان شاطر صابر شاطر يعني زاكي ودماغه ألماز ودماغه نظيفة يعني لما تفتح قاموس اللغة كلمة شاطر في اللغة العربية يعني الحرامي والشطار يعني الحرامي فلما تقول صابر شاطر أنت لا تقصد أن الصابر حرامي تقصد دماغه نظيفة دماغه ألمعية يعني فهنا بالمعنى اللغوي زم أنت بتقول أن صابر حرامي لكن بالمعنى الشاع والمستخدم أن صابر إيه زاكي طيب الباربر دول اسمهم الباربر فالرومان كانوا بيجي يحتلوا أراضيهم فكانوا بيغلبوا الرومان فالرومان كل شوية ينضربوا على أفاهم من الباربر فأصبح الرومان بيخافوا من الباربر وقال لك دول باربر يعني خاف منهم خلي بالك تعالوا ننظر أخرتها يتفسر لنا هذا المصطلح دي الدولة دولة إمبراطورية كرتاجنة اللي كانت موجودة بتشمل شمال أفريقيا وجزر البحر الأبيض المتوسط وبتقى جنوب أسبانيا وبعدين حتى بدأت قرتاجنة تغير على رومة هنا في إيطاليا ودهرت معارك المعارك دي تتكلم في 200-300 سنة يعني معارك كثيرة جدا من عظمة الإسلام أن هي ما بتشتريد شيء أنه واحد يغير اسمه حتى فيه شيخ مهم جدا اسمه الشيخ دورايد ماتا بوتروس اكتبوا على اليوتيوب الشيخ دورايد ماتا بوتروس تعلموا منه القرآن الكريم وتعلموا وبيحكي هو طبيب أصلا لكن رجل عالم كبير يا الواحد تعلمتوا منه كثيرا فالإسلام ما فيهوش أن اقتغار اسمك أو شيء من هذا القبيل بدأ لين الأتراك حتى اسمهم كلها ترجوت وأرتغل إلى آخره فما فيهوش يقول له اقتغار اسمك لكن احنا ما عندناش مشكلة يكون اسمها أمازيغ بربر كانعانيين ولكن بسبب أنه الاحتلال الفرنسي مصمم يستخدم يعمل مصطلح جديد فاحنا بقى بالعند هنخالفه وهنصر على اسمنا الأصلي ونحن البربر أو نحن الكنعانيين أي مكان لابد ما نسميش بقى بسبب اللي حصل ده ما نسميش نفسنا باسمه وأرجو منكم الاستماع إلى كتاب الاستقصة في أخبار دول المغرب وده كتاب مهم جدا في تاريخ المغرب الإسلامي وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته